بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع المحاضرة الثالثة من مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثاني Pure Substance في المحاضرة هذه سوف نعرض another diagram وهو diagram of PV يعني Pressure Volume Diagram في هذا الدياغرام راح نشوف أنه الواي عندي Pressure على X عندي V ورح نعتبر أنه Temperature is equal constant يعني Temperature will be constant The substance is undergoing a compression process There are three steps فهنا رح نبدأ من نقطة E إلى النقطة F إلى النقطة G وهكذا ونحاول شرح مجموع النقاط هذه First step Path E F At constant temperature Increase in pressure will result in another significant reduction in the specific volume We will end up at point F Where the gas will be saturated And the first droplet of liquid will appear فهنا في توازن بين liquid and vapor فرح نلاحظ هنا من النقطة E إلى النقطة F أول شيء أنه specific volume هنا يعني نقص بصفة ملحوظة جدا في النقطة E عندي هنا ايه الشباب؟ عندي Gas نحاول أنه الغاز هذا ايش نسويله؟ نحاول أنه نسوي Increase of pressure Increase of pressure from النقطة E إلى النقطة F تلاحظ أنه Increase هذا زي ما قلنا specific volume حقته تغير التغير كبير وعند النقطة F تحديدا تبدأ أول نقطة سائل بالظهور فهنا The first droplet of liquid will appear وتصبح النقطة هذه F هي ايش؟ هي saturated saturated ايش شباب؟ vapor أو liquid والطبع هنا بما أني بدأت بالغاز تصبح saturated vapor هي النقطة F من النقطة F إلى النقطة G لو أخذنا هذه النقطة G By decreasing the specific volume حاولنا أن نقص specific volume The pressure of the system remains constant This condition continues until the entire vapor has become liquid فهنا عندي vapor يبدأ بالتحول إلى ماذا؟ إلى liquid فلما نصل إلى النقطة G اللي عندها ماذا يبقى؟ يبقى liquid لكن مع وجود أثر بسيط للبخار النقطة هذه تسمى saturated ماذا شباب؟ طبيعي جداً هنا ما راح تكون saturated vapor راح تكون saturated liquid لأنه هنا عندي ماء سائل ما وجود أثر بسيط للبخار طيب ثرد ستاب once we have only liquid if we keep on compressing we will observe a rapid increase in pressure بما أنه الحين أصبح عندي سائل في النقطة G وطلعيني فوق تنقيس specific volume automatically يعطيني increase للpressure وهذا ما يمكن تعبير عنده في البي في دياغرام فهنا لو ناخذ بصفة كده سريعة من جديد النقطة F عندي gas النقطة من نقطة G عندي ماذا؟ عندي سائل النقطة G عندي ساتوريتد لكويد النقطة F عندي ساتوريتد فيبر من نقطة F إلى النقطة G عندي فيبر يتحول إلى ماذا؟ إلى لكويد لو أعدنا التجربة هذه كم من مرة؟ لكن لدرجات حرارة مختلفة T1, T2, T3, T4, T5 راح نتحصل دائماً على Pressure and Temperature constant ويبدأ بأنه ينقص شوية شوية لو أبغيت نسوي لدرجات حرارة مختلفة راح نتحصل على الرسمة هذه فعلى يمين الرسمة هذه راح نتحصل على ماذا؟ على غاز يسارها راح نتحصل على لكويد جواها راح نتحصل على غاز مع لكويد أقصى اليمين بالطبع راح يكون عندي فيبر أقصى اليسار راح يكون عندي غاز عند درجة حرارة معينة واللي هي تسمى Critical Point أو Critical Temperature أصبح سطر هذا يعبر عنه بنقطة فقط المفيد في النسبة هنا راح نحصل على Family of Isotherms يعني كلها عند درجة حرارة ثابتة ونتحصل على الرسمة اللي كنا سويناها هنا في PV Diagram هنا نكون خلصت المحاضرة هذه إن شاء الله الحصة القادمة راح نحاول أني نربط PV Diagram and TV TV Diagram السلام عليكم ورحمة الله